دلوقتي تعالوا نروح للتيراميسو التيراميسو التقليدي هو عبارة عن طبقات من الليدي فينجرز متسقية بالقهوة متغطسها بالقهوة وماسكاربوني تشيز في النص طبقات طبقات وكاكا وفوق النهاردة أنا هعمل لكم قاعدة من البسكوت عليها هجب لكم الكيك هنستعيد بالليدي فينجرز بكيكة سفنجية عادية بصوا خبزناها نشفة السفنجي اللي بيطلع زي الليدي فينجرز وحناخد البسكوت اللي هو بسكوت الشوكولاتة ده توسطة على التيراميسو عندي الليدي فينجرز هنقطعهم الكيك هنعملها يعني الليدي فينجرز طايل هنقطعها كده نصوا الشكل ده وده اللي هنستخدمه بدل الليدي فينجرز بس مش هنسقي قوي لإنه الليدي فينجرز تبقى نشفة أكتر عشان ما يفكش معانا بعد ما نفرده في الصينية هنسقي مش هنغطسه لإنه هيفك لو حطناه في القهوة الليدي فينجرز تستحمل إنها تنزل في القهوة تطلع دي لو نزلت مش هتطلعها هتفرفت فمنقطع كمية منهم عندنا هنا يعتبروا دول الليدي فينجرز وعندنا هنا البسكوت اللي هنطحنه حالا عشان نعمل القعدة بسكوت الشوكولاتة لما عندكمش بسكوت شوكولاتة تقدروا تحطوا بسكوت عادي وتحطولوا شوية كاكاو هنخلط البسكوت هحتاج كمان زبدة عشان خلوني نجيب طاصة نسيح زبدة زي ما بنعمل لتشيز كيك أو قعدة الكيكة اللي بالجبنة هنحتاج برضو نخلط مع البسكوت زبدة فحاخد مئة جرام زبدة تقريبا أهو وأسيحهم ونضرب البسكوت مجرد ما البسكوت يبقى بالشكل ده عارفين ده بيعملوا منها المود كيك اللي هي الكيكة اللي بيحطوها بأسرية زرع صغيرة وبطلعوا منها وردة بمعمولة من الشوكولات أو المرزبان بتبقى شكلها زي التربة بصوا بيستخدموها في الكيكس عشان أو بالحلويات كأنها تربة بيعملوها زي أسرية الزرع الصغانطوطة هنسيبوا هنا عشان نضيفلوا الزبدة لما تسيح تعالوا نزوق دي مع بعض ونعمل كل الخطوات هعملكم كل حاجة بالتفصيل هنعمل قاعدة الكيكة دي كيكة جهزة عشان ما يكذبش عليكم كيكة سفنجية من البرانز الجهزة وبعدين هنعمل الخطوات بس أنا حابة أوريكم دلوقتي إزاي هنزوقها وشجعكم كيس حلوان من غير أم عمل غير أي حاجة أنا حقصه دلوقتي أين المقص أهو أوريكم أنه مش محتاجين أدوات كتير حتى ممكن كيس اللي هو كياس التلاجة بحب الكورة تبقى بتاعة التنمسو كده كبيرة فحقصها حتة كبيرة نشوف شكلها هطلع حلو ولا لأ استنوا سنية واحدة أيوة يلا هنبتدي نزوقها أيوة هي دي الكورة اللي بقولكم عليها هنبتدي بكل بساطة شايفين ولا معانا أدوات ولا معانا أي حاجة كيس حلواني ومقص اللي خلطة اللي موجودة هنا في القمع هي كريم شانتي مع جبنة كريمي سكر بودرة ليه بقى خطينا سكر بودرة لأنه إحنا هنضيف الجبنة الكريمي الحدقة لأنه كريم شانتي مش محتاج عادة سكر البودرة حيتزبط الملوحة بتاعت الجبنة وحنضيف كمان لو حبين يا إما زبادي يوناني يا إما ساور كريم اللي هي القشطة الحامضية بتخليها لايت ما بتحسوش بكتمة الكريم شانتي والجبنة بتبقى بري لايت آه الفورن شكراً كونترول الكوكيز بري سنساتف للحرارة بصوا دول قربوا جداً دول لسه شوية يعني أنا دول آه أخدوا لون دهبي من هنا بس تو صوفت يعني يستحملوا كمان شوية بالفورن برافو يا كونترول خليكم معايا كده طيب هنزوّقها بإيه؟ هنزوّقها بالكاكاو الخام بص أنا حط في بس هنا الزبدة هناخد الكاكاو الخام بسم الله ونحط على البيكس اللي عملناها دي تبقى متغطسة كلها متغطية كده بالكاكاو شكلها حل هسيب الحتة اللي في النص دي بيضة هي أقول لكم الاعتراف إنه هي الكمية ما كفتش إني أزوّقها كلها فنتصرف شكلها يجمل بصوا تارت الترامسو بصوا شكله حل شكله حلو ولزيز جدا وطعم القهوة والكاكاو والجبن الماسكاربوني اللي حنستبدلها دلوقتي بالحاجات اللي قلتها لكم تعالوا نكمل طيب هنا عندنا هنا الزبدة 100 جرام من زبدة فرن هنحطها على البسكوت ونديله دي أول طبقة من ترامسوكا نديله لفة كده وقتنا إيه؟ مخرجنا معنا لسه ديقتين ننقلب بس نتأكد أنها خدت كده بقت ماضي الكيك ناخدها على قالب القالب ده عايزينه بتفتح من الجناب علشان نعرف نفك الكيكة لما تتمسك هنقوم واخدين الخليط ده طب ليه ما عملناهوش بسكوت العادي لأنه هي أصلاً الترامسو عبارة عن قهوة وكاكاو فعايزين نحافظ على البروفايل أو النكهات اللي في الوصفة الأصلية ناخد معلقة ضهر كوباية أي حاجة نضغط كده ومنعلي شوية الأطراف علشان هي اللي هتاخد الكيك فبطلع بالأطراف شوية بسيطة لفوق بالضبط زي للتشيز كيك بس التشيز كيك ساعات ما منعليش الأطراف يا كنترول هنا هعليها شوية عشان هي تبقى الطبق اللي ياخد بسو شوية كده كل شوية كنترول الكوكيز الكوكيز انتو تحبوا الحلويات شكلكم مبسوطين انه النهاردة عملنا حلويات طيب جي وقت الفاصل بالفاصل غالبا هنطلع الكوكيز وأنا هكمل ضغط دي عشان تبقى متمسكة وأعلي الجناب وراء المطبخ ونظفه علشان نطبخ بستمتاع ونرجع نكمل كل خطوات مع بعض طيب نرجع دلوقتي للقاعدة اللي عملناها لتارت الترمسو الرائع ده عملنا البسكوت بالشوكولاتة مع الزبدة زبدة فرن هنا هنعمل دلوقتي أو كان عندنا كيكة الكيكة السفنجية بدل اللادي فنجرز هنا عندي كيس كريم شانتيز صغير عارفينه ضربته وهو هي مسكة نفسها هقوم حطا لها ضرباها زي مكتوبة على العبوة 200 ملي الاخر هي هنحط معلقتين لثلاثة سكر بودرة عشان احنا ما عندناش حلاوة كتير في الكيكة دي والقهوة هتمررها هنحط عليهم تقريبا كباية جبنة كريمي وحنحط كمان كباية يا إما دي قشتة حمدية ساور كريم أو زبادي يوناني أو كتر الجبنة الكريمي نفس المقدار كباية حنخلطهم مع بعض وده حيدينا القوام اللي انت شفتوه اللي منقدر نحطه في البايبينج باج ولا هو ماسك نفسه قوي ولا هو سايح حنخلطهم مقادرنا كلها هتلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك ميشو تيفي نضربهم كويس نوصلهم القوام اللي شفتوه على الكيكة اللي هو ولا تقيل زي ما قولنا ولا خفيل وحنحطها بكيس عادي حتى لو معناش كيس حلواني كيس اللي هو التلاجة ونقطعه من الطرف كده وطلع أحلى كيكة مخرجنا ممكن نشوفها بصوا طلعة ازاي دي لو صورت صورة حلوة بإضاءة حلوة ونزلت على صفحة انستجرام هتقولوا واو بس هي حاجة نقدر تعملوها في البيت بكل سهولة بصوا القوام اختلفوا احنا منضرب قدي ايه بس كده بصوا قوامها شايفين البيكس صوفت ده اللي احنا شايفينه على الكيكة يعني بصوا معي اهو بصوا ده لما عملت البايبينج تلعت الحتة كده لفوق وملت مش اللي هي بري هارد يعني نشفع فكده احنا خلصنا طبقة بديل الماسكربوني الماسكربوني اللي هي الجبنة الايطالية بديل الماسكربوني لانه طعم الجبنة مع طعم الساور كريم مع طعم الكريم شانتي مع الحلوة اللي زبطناها طلعة خطيرة هنعمل ايه دلوقتي هنقوم واخدين ممكن نعمل حاجة ممكن ناخد شوية من خليط ده وحطه تحت نسبت فيه الكيك سلنا هنا وهنا وهنا كده بعدين ناخد الكيك لدي فينجرز منسبتها عادة سوري منغطصها الاول بعدين مننقلها دي لو غطصناها عاملة زي العيش التوست لو تغطصت هتفك جوة القهوة فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنحطها هنا بعدين نسقيها هنقطعهم عادي جداً عشان نملى الفراغات بالشكل ده وتتغلي وتتصفى حاجات الطبيعية وحطينا احنا كمان سكر على الكريمة اللي هنضفها سهلة لحد الوقت يا كنترول صح؟ شكلها كده تقولوا يعني بيستري شاف اللي عملها خالص طيب بعد ما عملنا كده مناخد طبقة من سأاخد سباتيولا طبقة من الكريمة هنحطها هنا ودي اللي لما فتحنا اول الحلقة تدينا نشتغل بالكيكة كانت بالشكل ده هنحطها في التلاجة تتماسك عشان الطبقة اللي تحت اللي هي بالزبدة والبسكوت محتاجة تبرد والزبدة تتقفش عشان تمسكلي القاعدة واعرف بكل بساطة اني افك القالب وأنقلها بتيجيبوا حاجة كده زي دي معدن اكبر شوية بتحطوها من تحت بترايحوها وبتنقلوها على الطبقة اللي هتقدموا فيه طبقة دي بس عشان نقفل الكيك كده من فوق والباقي هنستخدمه للتزيين سهلة؟ شفتوا طلعات سهلة ما فيش فيها خبز خالص ازاي ومو الكيك على فكرة بيتباع للسفنجي جاهز برضو تقدروا تستخدمه إذن من المرحلة دي هنحطها في التلاجة هي بنا نحن 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 نح